كتابة بارغراف بالانجليزية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة How to read a paragraph يجد بعض الطلاب صعوبة في كتابة بارغراف باللغة الإنجليزية الأمر الذي يؤثر على الدرجة الكلية في المادة إلا أن هناك أساسيات لكتابة البارغراف لا بد أن يكون كل طالب على دراية بها كي يتمكن من كتابته بشكل جيد واليوم نشرح هنا على قناة كورس إنجليش كيفية كتابة بارغراف من الصفر للإحتراف للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة كي يتمكن من الحصول على الدرجة النهائية في هذا السؤال يبحث الكثير من الطلاب عن طرق كتابة البارغراف كي يتمكن من اتباع خطوات صحيحة تساعدهم في الحصول على درجات جيدة لذلك نوضح عدا من النصائح والأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند كتابة بارغراف بالإنجليزية في النقاط التالية حفظ قدر كبير من الكلمات الإنجليزية لزيادة ثروتك اللغوية التي تسهل عليك الكتابة في العديد من الموضوعات تقسيم البارغراف إلى ثلاثة أجزاء رئيسية ها المقدمة الوسط الذي يشرح الفكرة الرئيسية أخيرا الفقرة الختامية ترك مسافة صغيرة تعادل حوالي خمس أحرف فقط في بداية السطر الأول من البارغراف الالتزام بالتكوين الصحيح للجملة ومن الأفضل أن تتجنب استخدام الجمل الطويلة حتى لا تقع في أخطاء عند كتابتها لا بد أن يكون الحرف الأول من الكلمة المكتوبة في بداية كل جملة جديدة كابيتل الاهتمام بعلامات الترقيم أثناء الكتابة مثل وضع نقطة في نهاية كل جملة مراعاة الربط بين أفكار وجمل البارغراف عن طريق استخدام كلمات وعبارات الربط في بداية الفقرة التي تحمل فيكرة جديدة استخدام عبارات الربط في البارغراف أشرنا في النقطة السابعة الأخيرة في النصائح المذكورة بالأعلى إلى أهمية مراعاة الترابط والتنسيق بين أفكار الموضوع من خلال استخدام العبارات التي تساعد في ذلك ويمكن توضيح هذه الكلمات العبارات فيما يلي على الجانب الأخر من ناحية أخرى اقترح أن حفظ التعبيرات الشائعة التي يمكن أن تستخدم مع جميع البارغرافات يساعدك إلى حد كبير في كتابة موضوع بشكل احترافي نوضح لك عدا من هذه التعبيرات التي يمكن كتابتها في المقدمة فيما يلي لا عجب إذا قلنا أن اسم الموضوع لاه آثار جيدة وإيجابية علينا جميعا يجب أن نضع في الاعتبار أن اسم الموضوع قد أصبح واحدا من أهم الأشياء في حياة كل شخص في رأيي اسم الموضوع مهم وضروري حقا هذه الأيام ومن المحتمل أن يكون له تأثير جيد وإيجابي على حياتنا جميعا لا بد أن ترعي تماشي التعبيرات التي تستخدمها مع طبيعة الموضوع الذي تناقشه فإذا كان يدور حول شيء إيجابي يمكنك استخدام الجمل السابقة التي تشير إلى أهميته لكن إذا كان يدور حول شيء سلبي لا بد من كتابة تعبيرات أخرى تشير إلى أضراره ومن هذه التعبيرات من وجهة نظري اسم الموضوع خطير وضار حاقا في هذه الأيام وقد يكون له آثار سيئة وسلبية على حياتنا جميعا أنا أرى أن اسم الموضوع يمثل عقبة في طريق تقدمنا لذلك لا تدخر دولتنا جيدا من أجل وضع حد له ممن لا شك فيه أن اسم الموضوع واحد من أخطر الظواهر في حياتنا التعبيرات الشائعة المستخدمة في الخاتمة يفضل أن تكتب بعض الكلمات أو التعبيرات البسيطة التي تشير إلى الانتهاء من مناقشة الموضوع الذي يدور حوله البارجرافو ونوضح لك بعض هذه الكلمات التعبيرات فيما يلي في النهاية يجب أن نعترف أن في الختام كلمات مساعدة أخرى لكتابة البارجراف من الكلمات الأخرى التي تحتاج إلى حفظها لأنك على الأغلب ستحتاج إلى استخدامها عند كتابة بعض البارجرافات هالكلمات التي تشير إلى التشابه أو التناقض أو إعطاء مثال لمعلومة ذكرتها نوضح بعض هذه الكلمات فيما يلي كلمات لإعطاء أمثلة على سبيل المثال على وجه التحديد كلمات تشير إلى التناقض على العكس تماما كلمات تشير إلى التشابه بنفس القدر من الأهمية أخطاء شائعة يجب تجنبها كتابة بارجراف باللغة الإنجليزية بشكل احترافي تستلزم أيضا تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب مثلك كتابة الجملة الإنجليزية بدون فعل عدم استخدام أي أن قبل الإسم المفرد المعدود النكرة علما بأن أي تكت قبل الإسم الذي يبدأ بحرف ساكن وأن قبل الإسم الذي يبدأ بحرف متحرك استخدام ذا بشكل خطأ مثل كتابتها مع الألعاب الرياضية فوتبول رغم أنها لا تستخدم معها عدم إضافة إسمع الضمائره شيء أي لي هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة جميع دروس اللغة الإنجليزية التي ننشرها ولا تنسى مشاركة الفيديو مع زملائك وأفراد أسرتك في جميع المراحل التعليمية حتى تكون سبب في نشر الفائدة للجميع يمكنكم التواصل معنا أيضاً للاستفسار عن كورسات اللغة الإنجليزية التي نقدمها على هذه الأرقام 010-024-311-53-011-292-99192 ألا اللقاء مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة